بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الرابعة والثلاثون بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أضو هياته كبار العلماء وأضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ بهذا اللقاء حياكم الله وبركاته هذا الأخ صبري مصري ومقيم بالرياض يقول استفسر عن معنى الآية الكريمة في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الآية ظاهرة لا ظاهرها لأن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء من كتابه من سنة رسوله يعني يشرع والنسخ أفرح حكم ويثبات آخر بدليل آخر متراخن عن الأول قد يكون النسخ إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل وإذا كان النسخ إلى بدل قد يكون إلى شيء أخف من الأول أو أشد من الأول فالنسخ ثابت في كتابه والسنة لأن الله سبحانه وتعالى حكيم في تشريعه براع مصالح عباده ما يصلحهم في كل زمان ومكان فيشرع حكما يتمشى مع وقت ثم إذا راد سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم بحكم آخر أو إلى غير بدل فراعاة لمصالح عباده سبحانه وتعالى فمثلا كانت العدة المتوفى عنها كانت العدة المتوفى عنها في أول الأمر سنة قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربخن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر هذه الآية ناسخة بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحوض غير آخرات وكانت العدة عدة المتوفى عنها في أول الأمر سنة ثم إن الله خفف ذلك وجعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام استقرنا الأمر على هذا نعم أحسن الله إليكم من أسئلته فضيلة الشيخ يسأل عن سيام شهر محرم كاملا هل يصعم ولماذا سمي بالمحرم وما هي الأشهر الحرم شهر المحرم شهر معظم وهو من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة سرد وشهر رجب شهر فرد قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم أي حرم الله فيها القتال وهي هذه الأشهر ومنها شهر المحرم وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو الذي تدعونه المحرم ظاهر الحديث أنه لا بسان يصام كاملا أو يصام غالبه وأكثره وأكده الكاسع والعاشر فيه يوم عاشورة يصام يوم قبله ويوم بعده يصام يوم عاشورة ويصام يوم قبله ويوم بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جزاكم الله خير نبارك فيكم من الأخذ عبد الله له مجموعة من الأسئلة وهو من الرياض يقول قليلة الشيخ ما حكم المبالغة في رفع الأذان والتمطيق الزائد وما الضابط في ذلك حيث أن بعض المؤذنين يمد الله أكبر يقول هكذا ونسمع زيادات في الأذان مأجورين الأذان كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بألفها به وأدائه وترتيبه ورفع الصوت به مشروع لأجل إبلاغ الناس واليوم وجود المكبعات فيها خير انتهيب لأنها تبلغ في الأذان وإذا لم يكن هناك مكبر صوت فإنه يجتهد المؤذن في رفع صوته حتى حتى يسمع من حوله من الهيران ولكن لا يبالغ في لا يبالغ في تنطيق الأذان ويخراجه عن عن حدوده وتلحينه بل يكون بصوت معتاد صوت جهوري ويخسن صوته به لكن لا يخرج إلى حد التلحين بالأسئلة يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يعطي الزكاة وناس تعيدين مع أن الأقارب وإخوان هذا الرجل هو فقراء صوت صحيح في ذلك مأجورين الأقاربون أولى بالمعروف لا يبدأ بمن يعول من أقاربه أمن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول هذا في النفقة وأما في الزكاة والصدقات فإن المتصدق يخص الأقارب المحتاجين والصدقة على القريب صدقة وصله فيها أجر أجر الصدقة وفيها أجر الصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالأقارب المحتاجون أولى الزكاة والصدقات من غيرهم جزاكم الله خيرا صلاح الدين من السودان يقول ما حكم البناء على القبور طبيلة الشيخ البناء على القبور محرم لأنه وسيل من وسائل الشرك قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك لأن هذا من سنة اليهود والنصار والأمم الكافرة فهو وسيل من وسائل الشرك فلا تبنى عليها مساجد أو قباب أو أبرحة لأن هذا وسيل من وسائل الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك والمراج لا يصلى عندها ولو لم يبنى عليها لا تتحر الصلاة عندها وإذا بني عليها وصلي عندها هذه جريمتان شريمة البناء وجريمة الصلاة عند القبور نعم تزاكم الله خيرا له سؤال ثاني عن السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم في الشريعة الإسلامية السفر إلى مكان من أجل العبادة فيه لا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا عن مئة ألف صلاة فيما سوى وصلاة قال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة فيما سوى وصلاة في مسجد هذا عن ألف صلاة فيما سوى صلاة في المسجد الأقصى عن خمسمائة صلاة فهذه هي المساجد التي يسافر إليها من أجل العبادة فيها من صلاة واعتكاث وغير ذلك من الطاعات وأما ما عداها فلا يساهم لا إلى القبور ولا إلى المساجد ولا إلى المشاهد لأن هذا من وسائد الشرك جزاكم الله خير ونبارك فيكم هذا السائل صبري يقول أنا يا شيخ أخاف من الزياء ويقلقني حيث أترك بعض العبادات صوفا أن يقال مرائي وأيضا ما حكم العبادات إذا اتصل بها الرياء الرياء هو شرك ضغط للعبادة التي خالطها والرياء أن يراعي الناس لأن يصلي من أجل أن يمدحه الناس أو يتصدق من أجل أن يراه الناس يمدحوه هذا هو الرياء والمدار على النيات والمقاصد ولا يترك المسلم العبادة خوفا من الرياء هذا من الشيطان بل يخلص لله ويعمل العمل الصالح ولا يترك العبادة خوفا من الرياء بل يعبد الله ويصلي ويصوم ويتصدق ويخلص النية لله عز وجل أحسن الله إليكم له سؤال ثاني شيخ عن حمل المصحف في السيارة للحفظ هل فيه بأس وما حكم كثرة الحدث على المصحف الحدث على المصحف لا أصل له ولا يتخذ المصحف مجل الحرف عليه وإن هذا من فعل العوام وأما حمله في السيارة إذا كان يحتاج إلى المصحف يقرأه فلا بأس بذلك أو كان يحمله ليوصله إلى مكان آخر أو يحمله إلى مسلم يوديه إليه لا بأس بذلك أما أن يحمل المصحف في السيارة من أجل الحرز أو يجعل المصحف سرزاً للسيارة فهذا لا يجوز لذلك الله خير أن فضيلة الشيخ الأخ السائل يقول تشكل علي عبارات منها عبارة بذنك أن أعمل كذا أو بذنك أن تأخذ هذا في هذا شيء هذا حالهم بغير الله هل بقى القسم إذا قال بذنك لا أعملن كذا أو بذنك لا أعملن كذا هذا القسم وحالف ولا يجوز الحالف بغير الله سبحانه وتعالى نعم يقول الأصل الشيخ في الطهارة من الحدث والخبث ما الأصل فيه الأصل طهارة بالماء الأصل أن يتطهر بالماء والتيم بدل عنه هذا بالنسبة للحدث الأكبر والأسخر إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله فإنه يتيمم قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فالتيمم من الحدث لا الصغر ولا أكبر أما النجاسة فلا يزيلها إلا الماء لا يزيلها التيمم لا أبد من غسلها ما يمكن إذا أمكن نعم فإذاكم الله خيرا يقول في سؤاله الثاني فضيلة الشيخ بعض الناس والذين عندهم شيء من البدع دائما يستدلون بحديث من سنة سنة في الإسلام إلى آخره كيف نرد عليهم ما رد عليهم من تلامهم لأن الحديث أقول من سنة في الإسلام سنة حسنة سنة يعني أحيا سنة كان الناس قد تركوها فأحياها فله أجرها وأجر من عمل به أما البدعة فليست سنة فلا تعمل بدعة وتقول من سنة في الإسلام سنة البدعة ضد السنة قد قال صلى الله عليه وسلم إن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعم الشيخ الصالح لماذا يعني كثرة البدع في زماننا الحاضر ولماذا تعلق الناس بها هذا بسبب الجهل سبب الجهل وبسبب دعاة الضلال هذا هو الذي سبب تغرة البدع أنهم يجهلون السنن وأنه وأن هناك من يدعو إلى البدع ويراغب فيها وكذلك سبب ثالث هو التقليد تقليد الأعمى حيث أن الإنسان يعمل ما يعمله الناس بدون أن يميز بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح وبين ما هو سنة وما هو بدعة نعم السائل أبو إبراهيم له مجموعة من الأسئلة كتب للبرنامج يسأل عن التوسل ما حكمه طبيعة الشيخ الشريعة توسل على قسمين توسل مشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته كما قال تعالى أولي الله الأسماء والحسنة فادعوه بها فتقول يا رحمن رحمني يا رزاق رزقني وما أشبه ذلك وكذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كما قصة الثلاثة الذين عواهم المبيت إلى غارفة انطبقت عليهم سخرة ففكروا في شيء ينقذهم ألم يجدوا إلا أن يتوسلوا بصالح أعمالهم التي عملوها فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم قال الله جل وعلا ربنا آمنا بما نزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين توسل بالأعمال الصالحة مشروع وأما النوع الممنوع فهو التوسل بالأشخاص توسل بالأشخاص يعني تجعلهم مسائط بينك وضين الله في قضاء حوائيك وكذلك التوسل كذلك التوسل بالعموات والغايدين غير ذلك نعم يستغسر عن معنى الآية الكريمة في قوله تعالى في سورة النبا وفتح في السماء فكانت أبوابا ما المقصود من الأبواب هنا يا شيخ أبواب على ظاهرها مداخي نعم أحسن الله إليكم من أسئلة يا شيخ يقول عبارة أدام الله أيامك ولا يليك هل فيها شيء ليس فيها شيء يدعو له بطول العمر لكن لو زادوا طال الله أيامك ولا يليك على العمل الصالح كان أحسن نعم يقول بعض النوحات والكتب مكتوب عليها لفظ الجلالة الله وبجانبها محمد رسول الله هذا لا ينبغي لأنه لأنه يظهر منه تسوية الرسول بالله عز وجل قد يكتبونه في جدران أو في بعض المساجد في جانب يكتب الله له الجلالة وفي الجانب الثاني محمد وهذا لا يجوز لأنه يظهر منه تسوية الرسول صلى الله عليه وسلم بالله أو أنه مظهر دعا يا الله يا رسول الله هذا عمل لا يجوز نعم أحسن الله يقول في آخر يسئلة يردد بعض الناس عبارة لا سمح الله فلا دعا يدعو الله بأن لا يقدرها هذا الشيء نعم تساكم الله خيرا السائل ألف جيم باء من أبها يقول ما حقم التفريق بين الجالسين في الصف الأول من يوم الجمعة ومتى تبدى ساعة الإجابة لهذا اليوم الفضيل ومتى تنتهي تفريق بين اثنين هذا منهي عنهم منها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إلا إلا برضاهما واختيارهم لا يفرق بين اثنين إلا برضاهما وصناحهما بذلك وأما ساعة الإجابة هي يوم الجمعة فلم تتحدد لا يدل دليل على تخديدها بل هي مختاملة في جميع اليوم أخفاها الله سبحانه وتعالى من أجل أن يجتهد المسلم الدعاء والعبادة في ساعر اليوم فيعظم أجره وثوابه عند الله حزي وجل والعلمة ذكروا أقوالا اجتهادية في تحديد هذه الساعة من يوم الجمعة وأقوالا كثيرة ذكروا أقوالا كثيرة باب التحري والاجتهاد وأقرب شيء أو أقرب هذه الأقوال أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر لخطبة الجمعة إلى أن تنتهي الصلاة هذا قول والقول الثاني وهو اختيار الإمام أحمد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة آخر وقت أو آخر يوم الجمعة قبل غروض الشمس هنا أحسن الله إليكم الأخ السائل له سؤال يقول إذا كان الإنسان يقرأ يقرأ القرآن ومر بآية سجدة وهو في سيارته وهو إلى غير القبلة هل يسجد على أي حال كان لا بأس ذلك لأن هذا نافلة ليس فريضة والنافلة تصح على الراحلة وعلى السيارة لا يسأل فضيلة الشيخ لكن إن كان هو الذي يقود السيارة يسجد بالإيمة كان هو الذي يقود السيارة يسجد بالإيمة وإن كان هو لا يقود السيارة لا يسجد على أرضية السيارة نعم السامع لآية السجدة فضيلة الشيخ خليسجد المستمع نعم المستمع يسجد الذي قصد الاستماع عما الذي لم يقصد الاستماع فآله لا يسجد نعم أحسن الله إليكم يسأل عن حكم قراءة الكث فبعض يقول النصابين يقول هاتئ يدك وأقرأ لك الكث عن مستقبلك وعن حياتك وعن مستقبلك الدراسي وهكذا هذا من ادعاء علم الغيط وهو نوعا من الكهانة ولا يجوز فضيلة الشيخ يسأل أيضا عن حكم التسمية بملاك وما رأيكم في اختيار الأسماء للأطفال وبماذا توجهون في هذا الزمن اختيار الاسم من حق العبد ومتقبل أنه يختار له الاسم الحسن وخير الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن يختار لولده الاسم الحسن وأما تسمية بملاك هذا لا يجوز لأن ملاك معناه الملك من الملائكة نعم جزاكم الله خيرا الأخت السائلة أم خالد تقول فضيلة الشيخ في عام مضى وفي طواف الوداع كان هناك رعود وأمطار وهواء فخفت وارتعدت ونزل معي دم فأكملت الطواف ورجعنا إلى الرياض مع أن هذا الدم كان كثيفا طواف الوداع نعم يكون عليها فدية لأن الطواف لا يصح مع انتقاض الوضوء وهذه قد انتقض وضوءها في خروج الدم من فرجها فحدثت فيكون الطواف واقع صحيح وتكون لم تطف للوداع فعليها فدية وهي ذبح شاث في مكة توزع على فقراء الحرم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا السائل أبو عبد الله يقول عندما أسمع بأن هذا إنسان موحد ماذا يعني به وما هو تعريف التوحيد الوارد الموحد هو الذي لا يشرك بالله شيء التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالإبادة نعم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أجاب عن سلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو النجنة الدائمة للإفتاء شكر الله لفضيلته وهذه تحية من مهندس الصوت الذي سجل هذا اللقاء طخية الدوسري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر